السلام عليكم اليوم الثلاثاء الخامس عشر من آذار سنة 2022 عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية وافتتح فيها السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي الكلام بالتعليق على التحديات التي تواجهها الحكومة لولا سيما على المستوى الاقتصادي وهو وضع يلف العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا أسباب أخرى في العراق ربما تضع تحديات أمام عمل الحكومة وقد لاحظنا أن الأوضاع ما زالت تتطلب من الحكومة عملا مثابرا وإجراءات لكي نخفف عن كاهل المواطنين هذه الأزمة وارتفاع الأسعار وغير ذلك وتيحت فرصة أيضا للسيد وزير المالية الدكتور علي علاوي لكي يبين للمجلس طريقة الحكومة في استعمال أموال الطوارئ خلال المدة الماضية فتحدث باستفاضة عن هذا الموضوع وذكر المؤسسات الحكومية والوزارات التي انتفعت من أموال الطوارئ خلال المدة الماضية وجلها يصب في خدمة المواطنين فقد صرفت هذه الأموال بقرارات مجلس الوزراء إلى وزارات الموارد المائية على سبيل المثال في مواجهة الشحة المائية وأيضا إلى وزارة الداخلية من أجل الترتيبات الأمنية وإلى وزارة الخارجية وإلى وزارة الصحة وزارة الثقافة وبقيت إلى أمانة بغداد وبعض المحافظات نظرا للظروف التي مررنا بها طيلة المدة الماضية وهذا الاستعمال الرشيد لأموال الطوارئ مكن الحكومة من مواجهة بعض التحديات في الفترة الماضية وأفضت النقاشات أيضا في طبيعة التحديات التي تواجهها الحكومة من حيث غلاء الأسعار وإثقال كاهل المواطن ببعض المشكلات وكان هناك تعديل على القرار المتخذ في الجلسة الماضية الأسبوع الماضي بحيث يتشمل المنحة فئات أكبر من المتقاعدين الذين رواتبهم خمسمائة ألف ودون ذلك وكذلك كان هناك تمديد لتصفير الرسوم القمرقية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر وأيضا سمحها لوزارة المالية أن تمول البطاقة التموينية وأن تسدد ديون الفلاحين بإجراءات مبسطة وسريعة لضمان إنجاز هذه القرارات من بين المسائل التي نقشت في الاجتماع مسألة الرقم الوظيفي هذا مشروع بدأته الحكومة في أن ينسب لكل موظف في الدولة العراقية رقم وظيفي هذا المشروع حقيقة قطعنا فيه شوطا كبيرا هذا الشوط الكبير ما زال بحاجة إلى بعض المتطلبات لاستكماله اليوم كان هناك قرار لكي تنفذ الحكومة هذا المشروع كاملا في هذه المدة كان هناك قرار بعد مناقشات بطبيعة الحال يتعلق بإلزام المؤسسات الحكومية جميعا بتزويد وزارة التخطيط بالبيانات المطلوبة لإنجاز الرقم الوظيفي للموظفين جميعا هذه مسألة تنظيمية غاية في الأهمية تمكن الحكومة من حصر موظفيها في أعدادهم وفي فئاتهم وأنواعهم وأجناسهم وغير ذلك فهذا مشروع مهم حقيقة ما زلنا نعمل عليه اليوم قطعنا الشك باليقين بهذا القرار في أن نلزم المؤسسات الحكومية بإنجازه ضمن مدة معينة قصيرة بطبيعة الحال ومتابعة حثيثة لهذا الموضوع القرار الأخير الذي تخذ يتعلق بأمانة بغداد أمانة بغداد لديها مشروع أتمة للأمانة هذه الأتمة تمكنها من تنفيذ برامجها ومشاريعها وأيضا من استحصال الأموال بطريقة دقيقة مما يزيد في إيراداتها ويمكنها من الإفاء بمشاريعها ومتطلباتها اليوم مجلس الوزراء صوت لصالح أمانة بغداد في أن تتعاقد من أجل هذه الأتمة مع أفضل الشركات ومن أجل أن تنجز هذا المشروع شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر